خلال الخطة الخمسية الثالثة عشرة تم إنشاء 17 منطقة تجريبية جديدة للتجارة الحرة في الصين بيصل على ذهل إجمالي إلى 21 منطقة وفي العام الماضي تم تأسيس 393 ألف شركة جديدة في الثمانية عشر منطقة الأولى تستخدم استثماراً أجنبياً يقدر به 176.38 مليار يوان وتحقق تجارة خارجية تقدر به 4.7 تريليون يوان ما يعني أن تلك المناطق التجريبية للتجارة الحرة التي تمثل مساحتها أقل من 4 ألف من مساحة الصين حققت 17.6% من إجمالي لاستثمار الأجنبي و14.7% من التجارة الخارجية للبلاد مستوى النافذة الواحدة للتجارة الدولية في المناطق التجريبية للتجارة الحرة يتجاوز بكثير متطلبات واردة في اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية تحسن فيها نظام معاملة المواطن للاستثمار الأجنبي قبل نفاذه إلى السوق والقائمة السلبية مما دفع إصدار قانون الاستثمار الأجنبي في نهاية المطاف وحقق تحولاً كبيراً في طريقة إدارة الاستثمار الأجنبي وانخفضت البنود الواردة في القائمة السلبية لنفاذ الاستثمار الأجنبي إلى السوق في المناطق التجريبية للتجارة الحرة من 190 بنداً إلى 30 العام الماضي وتحتوي القائمة السلبية الأولى لاستثمار الأجنبي في ميناء التجارة الحرة بخينان على 27 بنداً فقط وتجري حالياً أعمال صياغة القائمة السلبية لتجارة الخدمات عابرة الحدود في ميناء التجارة الحرة بخينان السياحة والخدمات الحديثة والتكنولوجيا المتقادمة هي صناعة ثلاثة رئيسية في حينان هناك عراقة وثقة بين هذه الصناعة والتجارة للخدمات عبرت الهدود تسريع وطيرة سياحة القائمة السلبية للتجارة للخدمات عبرت الهدود في حينان سيساعد أيضا على تيسير التجارة في ميناء التجارة هورا فيها تعمل وزارة التجارة على استال هذه القائمة السلبية في أقرب وقت ممكن